يا صباح الوردة عليكم وصباحكم زي الفل ومعاكم النهاردة فاطمة بعلي ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصلوكم كل جديد بقدمه النهاردة هنعمل مع بعض فطاير طحفة بمكون هيخليها طرية وهشة وطعمها اكتر من رائع فطاير تنفع للفطار او للمدارس او للعشة يلا نسمي الله ونشوف المأدير بتاعتنا معانا 600 جرام دقيق حوالي نص كيلو ومعلقتين دقيق وكمان معانا ربع معلقة ملح صغيرة وربع معلقة صغيرة كيكشف ومعلقة كبيرة لبن بوضر ومعلقة خميرة وكباية حليب معلقة كبيرة سكر ويعلب الزبادي وكمان معانا معلقة خل ومعلقتين صغيرين مايونيز حسب الرغبة بتخلي العجينة طرية جدا وللحشو معانا جبنا وهنزينها بالزاتين وكمان معانا معلقتين كبار زيت يلا نشوف الطريقة مع بعض بسم الله أول حاجة هضيف اللبن الدافي والسكر والخميرة وقلبهم كويس جدا بمعنى أصح هنعمل عجن مباشر وعضيف كل المأدير بتاعتنا اللي بكده لما اتدوا بالخميرة وكمان اللبن البوضر أنا واسقة من الخميرة بتاعتي علشان طوزة طبعا الملح عليه دقيق وعليه ربع معلقة صغيرة بيكين بوضر وهضيف الزبادي الزبادي بيخليها حلوة جدا ومعلقة الخل والميونيز الميونيز بيخلي العجينة تحفى وكمية الزيت بتاعتي ممكن كمان تستبدلي الزيت بقطعة زبدة حوالي 20 جرام يعني معلقة العجينة بتاعتنا بتلزق دي خطوة مهمة جدا لنجاح العجينة التلزيق دي بتخليها طرية وهشة أنا كده لمتها في البولة وهبتدي بقى حطها على الرخامة لمدة عشر دقايق أعجن فيها بصوا العجينة بتلزق ازاي لإني لو هي أسية هتبقى عجينة أسية ومش هتبقى لها أي طعم بصراحة أعجني بقى لمدة عشر دقايق عندك عجان أعجني لمدة سبعة دقايق هحطي كده معلقة زيت على الرخامة وابتدي أعجني العجينة بتاعتي ريح جايب الشكل ده لحد ما تلمع وتبقى كده الملمس بتاحها ناعم وطرية جدا شايفين أنا بحاول أعجن معاكم على إيدي علشان معظم الناس ما عندهاش عجان فوقت تفتكري عشان تعملي عجين الدنيا توقف لأ بصوا العجينة بتقطع يبقى هي لسه عايزة تتعجن تاني طول ما هي بتتقطع معانا أعجنيها بصوا الخطوات الصغيرة دي مهمة بصوا العجينة زي الملبن في إيدي بالزبط اعرفي إن لما العجينة تبقى طرية كده ونعمة وملمسها كده ناعم وما فيش أي شوائب عليها كاد هسيها محببة تعرفي إنك هتطلعي مغبوزات زي العسل بصوا العجينة زي الإزاز أنا هنا عجنتها لمدة 10 دقايق متواصلين شايفين بتمط معايا كده وتحفى هرش شوية دقيق في البولة بتاعتي من تحت ومن فوق أو ممكن كمان زيت وهبتدي أغطيها بالستريتش في مكان دافي كده لمدة نص ساعة أعيز أقول لكم على خطوة مهمة جدا خلوا اللبن مش دافي بارد شوية علشان كل ما الخميرة بتطقى بطيقة في الخمران بتاعها بتطلعني مغبوزات حلوة جدا ما تخمرش بسرعة والعجين ما يخدش راحت بصوا أنا سبتها في مكان لمدة نص ساعة وما كانش اللبن دافي قوي علشان تاخد راحتها بصوا اللعجينة السمتها على أربعة بالشكل ده كلهم أوزان متقربة تعرفوا أن الكمية دي هتطلع لي حوالي 16 و 16 32 ده هتطلع لكمية كبيرة جدا يعني 32 وضع فيهم كمان حوالي 64 لأن كل كورة من دي هتطلع لي 8 أهم حاجة لما نفرد نرش ديء كويس جدا من تحت ومن فوق علشان العجينة بتاعتنا طرية جدا شايفين دي خطوة مهمة جدا أنا هنا هعملها دايرة بصوم كورفية ليه بصوم كورفية؟ علشان أحس بتوريئة المغبوزات بتاعتي فردتها بالشكل ده وهبتدي أقطعها بسكينة أو بقطعة البتزة على 8 زي ما أنتوا شايفين بالشكل ده الموضوع سهل جدا وهاجي في النص هنا قبل الطرف الطرف هيبقى سليم هبتدي أقطع كده إيه حوالي 3-4 خطوط واسيب أول جزء فاضي علشان ده اللي هحط فيه الحشوة ضروري الطرف الأخير مفهوش أي تقطيع علشان لما حط الحشوة ما تقعش قطعناها كده حوالي 3 خطوط وهبتدي هنا أحط جبنة دمتي أو أي نوع حشوة تحب بيه مع شريح من الزتون ممكن نستبدل حشوة الجبنة بفراخ مستوية أو بلحمة مفرومة أو بشوكولاتة المتاح عندك وهبتدي أبرمها بالشكل ده وحط الطرفين على بعض وهزينهم بشريحة من الزتون المخلي للأسود أو أي حاجة أنت تحب بيها ممكن فلف الألوان أغدر أو أصفر أو أحمر بصي لفي كده بالشكل ده وخدي الطرف وخليه تحت الطرف نهاية الفطير بتاعتنا والطرفين على بعض وهحط زتونة في النص سهلة جدا وطريقتها جديدة وعجنتها تحفة بصوك جمال طبعا هنحط العيينة بتاعتنا بصنية مدهونة زيت هعملها تاني معاكم قفلوا الطرف كويس جدا وبرومي الفطيرة بتاعتك وآخر طرف هنخليه تحت والطرفين فوق بعض كويس جدا هنحطهم على بعض وهتكي عليهم بجزء من الزتون اللي هي الشريحة الصغيرة أو كمان ممكن زتونة كاملة وبرومي كده بالشكل ده وخلي الطرفي التحت والطرفين على بعض واتكي عليهم وحطي زتونة أنا أخلص كل المقدار بتاعي وهبتدي أجهز خليط التلميع بتاع الفطير معايا صفار بيضة ربع معلقة قهوة ومعلقة قشطة أو زبادي وكمان رشة فانيليا وممكن كمان رشة سكر ومعلقة زيت الخليط ده بيخلي الفطير بتاعتي دهبي وتلمع وطرية ادهني بقى كل الفطير بتاعتك بشويش علشان أحافظ على التخمير اللي احنا عملناه أنا سبتها عشر دقايق وبدأت ادهنها وهسيبها تاني بعد الدهان حوالي تلت ساعة ضروري نكون مشغالين الفرن على درجة متين دي خطوة مهمة جدا لنجاح المغبوزات هنا هغطيها وهسيبه كده حوالي تلت ساعة نص ساعة ده شكله بعد ما خمر طبعا هدخلها الفرن على ميتين لمدة تلت ساعة اول ما بتخرج بتبقى بالجمال ده طرية وبتلمع وطعمها تحفة وهشة ورحتها روعة علشان حققنا لها الخطوات الصح لنجاح المغبوزات بصوا التروة طحفة طحفة بجد هتعجبكم والميونيز ما خليها روعة علشان المغبوزات تطلع معيك نكحة 100% لازم درجة الحرارة تكون عالية وهنحطها فوق الشبكة في النص والدرجة تكون عالية جدا علشان تستوي بسرعة وتحتفظ بالسوايل بتاعتها بصوا مفرغة من جوة وهشة من بره وطرية ممكن كمان تعملي كمية وتحطيها في أكياس في الديفريزر وتطلعيها لأولادك من بالليل على الرخامة هتلاقيها الصبح فكة وتبقى زي الملبن عجينة بجد لازم تجربوها بصوا طحفة طحفة بجد حطي بقى سوسيس حطي أي حشوة تختر على بالك في العجينة دي ودعي ليه الخل والكيكشف والمايونيز بيدون عجينة طرية جدا الكيكشف بديل للمحسن فاحنا حطين خل وحطين كيكشف فاكننا حطيه محسن طبيعي اعمل الفطاير بكمية اللي تنسبك حوالي كيلو وقسميها في أكياس وشريها تنفع للفطار تنفع للعشاء وطبعا تنفع للمدارس ولدنا ما بيحبوش يعني في أوقات كتير جدا مش بيحبوا ياخدوا صندوتشات فصدقيني هيعشقوا الفطاير دي من ايدك لو عايزها بقى تكون حلوة ممكن نحشيها مربة او شوكولاتة واول ما تخرج نلمحها بالمربة على طول كمان لو الفرن بتاعك بمروحة شغال المروحة لو مش متاح هنحط حلة فيها مية مغلية على الصوج من تحت في الفرن البخار اللي هيطلع هيطر لنا المغبوزات بتاعتنا ولو عندك فرن كهرباء استعملي فرن الكهرباء اما حاجة في نجاح المغبوزات نشغل الفرن من قبل ما نبتدي نسوي الحاجات بتاعتنا نستخدم نوع خميرة جيد نستخدم كمية سكر حسب المئدار بتاعنا ما نزودش كمان نحط ربع معلقة ملح والخل والكيكشف بديل المحسن كمان المايونيز جربي في العجينة هيطلع معاك طحفة يا رب الوصفة تكون عجبتكم واكون ديفة خفيفة عليكم واللي تعجبوا الوصفة ما ينساش يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يصلكم كل جديد بقدمه كنت معيكم فاطمة أبو علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته